اشتركوا في القناة نطلبوا بالشفاء العاجل لجميع الناس اللي تتصابوا وهذا هو اللي تبين الأهمية على سبيل المثال دي الإعادة الهكالة دي التكوين لأنه العامل البشري هو العامل الأقوى اللي تقتر على السلامة الطرقية بالنسبة للنقل المزدوج المغرب اخداه واحد التوجه واضح في ما يخص الجهوية المتقدمة تنقلات داخل الجهات من اختصاصات الجهات لأنه هي الأقرب لإشكالات دي المواطنين في التنقلات الجهوية والنقل المزدوج من ضمن أو النقل داخل المناطق القراوية من تنقلوله النقل المزدوج هو النقل العمومي داخل المناطق القراوية ضمن يعني وسائل النقل اللي خصها تأثر من طرف الجهات وبالطبع حتى تبقى الوزارة يعني مستعدة باش تواكب الجهات باش تلقى الحلول للتنقل دي المواطنين داخل الجهات هذا النقل المزدوج هذا تخلق في 82 الواحد المغرب دي الف وتسعمائة واثنين وتمانين وحل واحد العدد دي المشاكين اليوم ما بقى شي يعني تشكل الحل الأنسب للتنقل في هاد المناطق أما بالنسبة للحوادث ديال هاد النوع ديال النقل هي ما عند يعني ما مختلفاش على الحوادث الأخرى غير أنه هادي تكونوا فيها بزاف ديال الناس اللي تكونوا راكبين وبالطبع تتكون جد مؤلمة تتبقى القضية ديال السلامة الطرقية في المغرب قضية مشكلة شمولية وخص حل متكامل ونرجع غير للاعميدة ديال الاستراتيجية الوطنية باش نذكرها كاينين خمسة كاين تحسين الأمن ديال لبنية تحتيات طرقية تحسين الأمن ديال المركبات تحسين التصرف ديال المستعملين ديال الطرق عبر ثلاثة ديال الأوراج لينهما الورش ديال التكوين الورش ديال التحسيس والورش ديال المراقبة العمود الرابع هو تدخل بعد الحوادث والخامس هو حكامة التدبير بشكل عام فهذا الاستراتيجية حنا تنعملوا عليها باش نفعلها وتعطي النتائج ديالها تعطي النتائج ديالها بالنسبة الجاميع المستعملين ديال الطريق ومنهم بالطبع النقل الجماعي وفي القضية ديال النقل الجماعي بغد نقول حاجة أخرى تنعتمدوا على جوجل حوايج جد مهمة أولا تكوين ديال السائقين مشيغل اللي عنده بيرميت يقوم بالنقل الجماعي قد تكون عنده البطاقة المهنية باش يعرف المسؤولية دياله لأنه هذوك الناس اللي يراكبين معاه مواطنين مسؤول عليهم والقضية الثانية هم أنه العربات أو المركبات اللي تستعمل للنقل الجماعي راتتمشي للفحص التقني كل ستشهر وواحد العدد ديال الحوادث اللي تتجي ولي تتشوفون تما يعني كصحفيين اللي تتوقع وتتنسب للنقل المزدوج هي غالبا ما تتكونش نقل المزدوج تتكون عربات غير مؤهلة وغير مرخص لها قانونا باش نقل الناس وتنطيحوا ذاك الكواريت وهنا بالطبع المطلوب هو تشديد المراقبة على هذا النقل هذا الغير المقنع والغير الشرعي من طرف يعني المراقبين ديال الوزارة من جه ولكن أيضا من طرف درك الملاكي وقضية آخر أيضا النقل المزدوج انتظارا للتدخل ديال الجهات في كل جهة باش تبني البرامج ديالها ديال تنقلات داخل الجهة فالوزارة تدعم تحديث ديال المركبات وهذا السنة إن شاء الله غادي نزيدوه في القيمة ديالها داك الدعم بما يقارب عشر ديال المليون ديال السنتيم لكل مركبة تجددت كانت جديدة أو تجددت بشي وحدة اللي عندها قبل المنسبة سنين باش يوصلك جديد فيديوهات لانباء تيفي تابونوا معنا فلتين يوتيوب وفعلوا الجرس